جثمان الملكة إليزابيت الثانية غادر قلعة بالمورال في اتجاه قصر هولي روود وهو هذا القصر هولي روود هاوس بالعاصمة السكوتلندية إدنبرا من المنتظر بعد خمس ساعات أن يصل جثمان الملكة الراحلة إلى هذا القصر وتبدأ المراصيم على الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي الساعة الخامسة بالتوقيت القاهرة بعد ذلك سينتقل جثمان الملكة إليزابيت الثانية إلى كذرائية سان جيلز وهي تقريبا في هذا الاتجاه نصف مايل تقريبا أقل من كيلومتر عن هذه المسافة المواطنون السكوتلنديون بدأوا يحجون إلى محيط القصر الملكي عبر كل الطرقات المؤدية إلى القصر كذلك القرى والبلدات التي تفصل بين قلعة بالمورال والعاصمة السكوتلندية إدنبرا بدأ يحج إليها المواطنون السكوتلنديين من أجل نظرة أخيرة للملكة إليزابيت الثانية الراحلة التي خدمت الشعب البريطاني على رأس العرش لمدة سبعة عقود حالة من الحزن تخيم حالة من القلق حالة من الوداع الأخير المواطنون يظهر على أوجوههم حالة من الحزن والقلق لوداع ملكتهم الوفاة كانت مفاجئة على اعتبار أن الملكة لم تكن في المستشفى وفي حالة مرضية مدة طويلة صحيح أنها تصل من العمس 96 عاما لكن استقبلت رئيسة الوزراء لستراس في تعيينها يوم الثلاثاء الماضي لتفاجأ الأمة بعد ظهر يوم الخميس بوفاة الملكة إليزابيت الثانية وبالتالي القاء النظرة الأخيرة مراسيم الموساة والحزن مستمرة هنا في سكوتلندا بشكل خاص وفي المملكة المتحدة بأقاليمها الأربعة بشكل عام كم من الوقت سيبقى الجثمان في إذنبرو؟ سيبقى الجثمان اليوم ويوم غد في مراسيم الإلقاء النظرة الأخيرة أو يمكن أن نسميها نظرة الوداع من الشعب وبعد ذلك يوم الثلاثاء سيصل إلى لندن إلى قصر باكينهام بالس سيصل على الساعة السابعة مساء لتبدأ مراسيم أخرى على غرار المراسيم هنا يوم الأربعة في العاصمة لندن تستمر تلك المراسيم إلى يوم الاثنين نتحدث عن يوم التاسع عشر من هذا الشهر حيث سيتم دفن الجثمان الراحلة الملكة إليزابيت الثانية ترجمة نانسي قنقر